بعد خروج منتخب مصر من كائش الأمم الأفريقية تم رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا وتولى المهمة مدير فني مصري وطني هو أسطورة قرط القدم الأفريقية حسام حسن عايز أسمع رأيك إيه أفضلية المدرب الوطني لمنتخب البلد عن المدرب الأجنبي خاصة أنك لما توليت المهمة كمدرب وطني بعد المدرب الأجنبي نجحت نجاح باهر تاريخيا في كائش الأمم الأفريقية الأغلب أن المدرب الوطني لمنتخب البلد هو اللي بيفوز هو اللي بينجح في النهاية إيه تفسيرك لهذا الأمر؟ يكون الأمر أكثر سهولة حينما يكون المدرب وطني لأنه يعرف ظروف البلد وجميع المشاكل وطبعاتها وكيفية التعامل معها ويعرف جميع اللعبين عن قرب من وجهة نظري أن في الكان والمنتخبات الأفريقية في العموم إذا كانت تريد أن تحقق شيئا فعليها أن تلقى إلى المدرب الوطني لأنه يعلم العدات والتقاليد وثقافة اللعبين ويستطيع أن يتعامل معهم نفسيا بشكل أفضل من المدير الفني الأجنبي ترجمة نانسي قنقر